بسم الله الرحمن الرحيم نحن رياض ومدارس الوطن العربي درس اليوم عن الزمن للصف الأول لمادة الاجتماعيات يحدثنا في دروس الرياضيات عن الساعة وأنها تحدد لنا الزمان والوقت ولكن والمقصود بالزمان وماذا يعني لنا الوقت وكيف كنا في الماضي أطفالا صغار وكيف نتغير نحن كل ما مر بنا الزمان فنزيد عمرا ونصبح كبار الزمن وهو الوقت والذي يبدأ منذ ولادة الإنسان ويستمر طوال حياته فأنت عندما كنت طفلا صغيرا رضيعا كما في هذه الصورة لا تستطيع المشي هذا كان في الزمن الماضي أما عندما كبرت وأصبحت الآن في الحاضر وأصبحت في الصف الأول فأنت الآن في الزمن الحاضر الزمن الحاضر أما عندما تحلم بالمستقبل وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر فهذا الزمن يسمى زمن المستقبل المستقبل إذن عندما نحلم ماذا نريد أن نصبح في المستقبل هذا الزمن البعيد عندما نكبر فمنها من يريد أن يصبح مصور أو مذيع أو طيار أو طباخ أو شرطي والآن لنقرأ كلمات الأزمنة تحليل بالتحليل الصوتي ما ضي حا ضي رو مستق با لو مستق با لو لا تنسى كتابة التلخيص على دفتر الاجتماعيات ومع كتابة اليوم والتاريخ والعنوان وألسق الصور المناسبة